موسيقى الرئيس السيسي يؤكد أن هناك رغبة في أن يكون قطاع التكنولوجيا رائداً في مصر خلال أقل مدة زمنية ممكنة موسيقى حقاق بيت الله الحرام يتوفدون إلى ما شعر منا لقضاء يوم التروية موسيقى موسيقى زلنيسكي يقول أن أسلحة الغرب المقدمة لأوكرانيا أسهمت في تقدم قوات بلاده في ساحة المعركة موسيقى موسيقى سابعة صباحاً الخامسة بيت وقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً ومرحباً بكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات وذلك في مركز المنارة وفي بداية الجلسة شهد الرئيس السيسي في المنتسجيلياً عن تجارب ناجحة لعدد من الشباب المصري الذين تحدثوا عن حرصهم على الحصول على دورات تدريبية ومنح دراسية كما أكد الرئيس السيسي أن هناك رغبة في أن يكون قطاع التكنولوجيا رائداً في مصر وقاطرة للدولة وذلك خلال أقل مدة زمنية ممكنة ترجمة نانسي قنقر لكن بأن أنا أضغط بالجهد والاستثمار وبقسوة على نفسنا عشان نقدر نحق هذا فأنا ستسيبك أنت وزمالك 30 شركة دول أنا مستعد أعملك كل أنتو أعيزينه كل وليه 30 شركة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الإطلاق الرسمية لمنصة مصر الرقمية جاء ذلك خلال حضور رئيس السيسي لفعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة في مجال التحول الرقمي بمركز المنارة بسم الله الرحمن الرحيم إيمانا مننا بأهمية بناء دولة رقمية عصرية حديثة وحرصا على تأسير إتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة فئات الشعب المصري على بركة الله أعلن إطلاق الإطلاق الرسمي لمنصة مصر الرقمية كما افتتح الرئيس السيسي عددا من مشروعات مصر الرقمية عبر الفيديو كونفرنس حيث افتتح محطات إنزال الكبلات البحرية في كل من رأس غارب وزع فرانا وسيد كرير هذا فضلا عن افتتاح مركز البيانات الدولية بالقاهرة ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية وتطوير متحف البريد المصرية كما أوضح الرئيس السيسي أن المراكز الرقمية التي تم إنشاؤها محصنة ولا يمكن اختراقها مؤكدا أن تحويل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية لحي مميكا يتكلف مئة مليار جنيها المراكز دي معمولة محصنة لا يمكن الاقترب منها صح كده صح كده خالص بأي شكل الأشكال وعشان تتعمل بالطريقة ديت خمساشر متر تحت الأرض مش كده دكتور من الصفري أنت بتتكلم المركز الواحد تتكلف عشرة مليار جنيه على الأقل إنشاءات مدنية عشان أوفر مكان تحط فيه اللي هي بتسموها الخوادم الخوادم اللي هي الرئيسية اللي اتعاملت في الموضوع الدكتور عمري بيتكلم على التكلفة المالية بتاعة الشبكات اللي جوه والمركز مش حتى الشبكة اللي بتتصل بالعشرين ألف المبنى اللي بيتكلم عليهم اللي احنا بنربط بيها الدولة أو اللي بتربط بيها الحي الحكومي مش كده أفدت؟ عشان نعمل ده للدولة أنا لا أبالغ أنا لا أبالغ لو قلتلكم إن إحنا عشان نخلي الحي الحكومي مش كده دكتور مصطفى الحي الحكومي حي مميكن بشكل يوفر عمل متقدم جدا للدولة المصرية سواء بإن إحنا عملنا مراكز البيانات أو الجزء اللي اتعمل للخمسين ألف موظف على الأقل اللي احنا كلمنا عليهم ثم الشبكة بتاعتهم المؤمنة أنا مش هكون مبالغ لو قلت إن الرقم وطبعا المراكز الأخرى اللي مش كده انتوا تكلموا في مئة مليار جنيه أنا لقوا بالغ وخلال فتاحه لعدد من مشروعات مصر الرقمية قال الرئيس السيسي إن برنامج الدوم أعطى فرصة لاكتشاف مهارات الشباب لافتا إلى أهمية تسليط الضوء على قدرات الشباب وتمييزهم أنا شفت مثلا برنامج في تلفزيون اسمه الدوم لما قلت لما هذا البرنامج يشتغل إدى فرصة كبيرة جدا إن احنا نشوف يعني مهارات جميلة جدا في شبابنا وشاباتنا وقدر يجيب معهم من كل الإقليم في مصر ومن كل مناحة الدولة المصرية ويقدمهم الناس شباب أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنعقاد منتدى المتحدة للإبداع قبل نهاية العام الجاري في ضوء توجهات الرئيس السيسي بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في المجالات كافة وإتاحة الفرصة لهم وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الأعمال التجهيزية لمنتدى المتحدة للإبداع بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج الدوم وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين وأضافت أن منتدى المتحدة للإبداع يشكل قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها مؤكدة أن الإبداع كان وما زال هو مكون رئيسي ورافض أساسي من مكونات وروافض الشخصية المصرية كشفت الشركة المتحدة عن لوجو القناة الإخبارية الجديدة والتي جاءت باسم القاهرة الإخبارية والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المحتوى الإعلامي وعلى رأسها المجال الإخباري وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت عن تدشين قطاع أخبار المتحدة والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط ويضم قناة إخبارية دولية يقرأ الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع نعقاد مؤتمر المناخ والذي تصدفه مصر نوفمبر المقبل كما يضم قناة إخبارية إقليمية يقرأ التحضير لها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية هذا فضلا عن تطوير شامل لقناة إكسترا نيوز والبناء على النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية وانتلاق قناة إكسترا الحدث بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحة المبارك وأكد وزير الدفاع في برقيته أن رجال القوات المسلحة يؤكدون استعدادهم دائم للبذل والعطاء ماضيين خلف قيادة الرئيس السيسي الوطنية لإعلاء مكانة الأمة المصرية وحماية مصالحها وأهدافها العليا وتحقيق تطلعات مصر وشعبها العظيم كما بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي بهذه المناسبة هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي توجهات لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحة المبارك كما أصدر الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتوجهات مماثلة لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحة المبارك وتعهد وزير الداخلية في البرقية بالمزيد من العطاء والوفاء وتقديم كل غال ونفيس في سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن والذود عن مقدرات ومكتسبات شعبه العظيم والحرص على تدعيم ركائز الاستقرار كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس نواب والشيوخ بالإضافة إلى رئيس الوزراء وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس الأركان ووزير الأوقاف كما بعث ببرقية تهنئة للقيادات والضبات والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندبين ومعاون الأم والجنود والغفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي بقيمة نصف مليار جنيها حيث قامت الجمعيات والمؤسسات الأعضاء بالتحالف بجولات تفقدية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المزارع لتوريد الأضاحي وجودة الرؤوس وإجراء الكشف البيطري عليها وكذلك المجازر ومدى استعداداتها لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضاحة المبارك قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير ستين ألف صندوق مواد غذائية وذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في قرى ومراكز المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك تزامنا واحتفالا بحلول عيد الأضاحة المبارك تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي وبدأت فرق الرصد الميداني بالمؤسسة التوزيع في 52 مركزا بواقع 20 محافظة من محافظات الجمهورية كما يأتي ذلك في إطار مبادرة وصل الخير 2 والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو في التحالف الوطني وذلك ضمن خطة التحالف وأعضائه الخاصة بمحور المبادرات الاجتماعية حيث تسعى هذه المبادرات لدعم المواطنين كافة الأكثر احتياجا ولمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحة المبارك وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات بمحافظات كافة أعلنت إدارة الحوار الوطني أنه وفقا لما جرى في اجتماع ثلاثاء فإن الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني أصدر قرارات كلها بالإجماع ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني عبر الفيسبوك القرارات التي تتضمن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وكذلك قرار إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني كما نشرت مدولة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على مواصلة جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي بما في ذلك زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية رغم كل التحديات والتدعيات السلبية جراء الأزمات العالمية جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء للاطمئنان على توافر مخزون السلع الأساسية وكذلك الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك وكشف مجلس الوزراء في بيان له أنه للمرة الأولى أصبح الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة سبعة أشهر كما يكفي مخزون الزيت ستة أشهر كشفت وزارة الداخلية خدماتها على الطريق السريع استعدادا لاحتفالات الأعياد المزيد في سياق التقرير التالي نتابع اجراءات أمنية مكثفة وخطط ومتابعات دقيقة اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المرورية على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الأعياد ويشهد طريق إسكندرية مطروح الساحلي إغبالا كبيرا من المواطنين حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأكوال الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية سابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسي وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخرا من الكيلو 101 إلى الكيلو 156 التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح ستة حارات كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح أربع حارات إضافة إلى إنشاء تسع كباري دورانات لخدمة مرتاد الطريق ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسي إلى الداعم ومن الداعم إلى الرئيسي كل كبري يتكون من أربع مطالع وأربع مخارج لخدمة الاتجاهين قائد المركبة يسلك الكبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسي ويكون أمامه أربع اختيارات إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكينات التجارية بتلك المنطقة ويتكون من أربع حارات ويعمل في الاتجاهين ويفصر بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السير ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريقة تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريقة توضح السرعات واتجاه السيرة حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسي و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري كل الاستعدادات موجودة وكاميرات وفوق الكبرى تطلع تلاقي زباط وفي كل الاتجاهات موجودة زباط بسم الله ما شاء الله حاجة ما كناش متوقعين إحنا لأهالي هنا وعيشين هنا ما كناش متوقعين يبقى طريق المنظر ده طريق صراحة بيشترى عالية طريق ليه بالبلد وليه بالسعر الشمالي صراحة بالوقت بسم الله ما شاء الله عندنا 70-80 كيلو جنشون كلهم 6 حرات وفضلش غير الوصلة بتاعت من الضبع الغاية ما تروح ويبقى الطريق علامي وتهيب وزارة الداخلية لالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين أتمت بعثة حق القرعة كل استعداداتها لاستقبال ديوف الرحمن بمشعري عرفات وميناء استعداداً للتفويج الله أكبر الله أكبر في اشتياق لاستقبال ديوف الرحمن تزين صعيد عرفات واكتملت الاستعدادات قبل ساعات قليلة من الوقوف بهذا الصعيد الطاهر تشير اللافتات إلى أماكن خيمات حق القرعة اكتمل إنشاؤها وتم تزودها بكافة وسائل الأمان والراحة للحقاج وقد تفقد رئيس بعثة الحق المصرية هذه التجهيزات قيام كلها جاهزة التكيفات جاهزة المشروبات والموء الباردة الأمور كلها جاهزة إن شاء الله المواقف موجودة زايداً سونا خدمة إضافية عندنا عدد اثنين مشرفين باصات لكل باص مشرفين واحد يكون منتظر في الباص مع السواق والثاني يرشد الحجاج لين موقع المواقف حاجة يماخد مساحة أكبر من المساحة اللافاتة بحكم عدد الحجاج دي السنة أقل ففي إضافات جميلة إن شاء الله الجهيز جميعاً مخيم بما يتناسب مع الحجاج وراحتهم كما قمنا بتأميد توريد أكثر من مصادر التلاجات والفريزرات والأمور دي كلها لكي تكون للحجاج وفي ميناء حيث يبيت الحجاج بها أيام التشريق اكتملت تجهيزات المخيمات لاستقبالهم عقب النفرة مع زيادة المساحة المخصصة لكل حاج وتقدم وجباتنا على مدار اليوم وتأمين متكامل للمخيمات لتأكد من هويات المترددين عليها مع قربها من جسر الجمرات المخيم مجهز من سوفابيد ومخدة وغطى وفرشة غطى لنفس السوفابيد عشان تكون ناعمة عند البوابة حيكون في حراس أمن للحفاظ على سرمة الحجاج من الدخلاء على المخيم وحيكون في رجال البيعثة المصرية أو أعضاء البيعثة المصرية إن شاء الله معانا على هبة الاستعداد خطوط سير محددة تقطعها حافلات حجاج القرعة في يوم التصعيد وأماكن مخصصة بمحيط المخيمات للانتظار حتى النفر إلى مزدلفة ومنها إلى ميناء لضمان آداء المناسك في سهولة ويسر يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية اقتضاء بسنة الرسول الكريم واستعدادا للصعود إلى عرفات غدا الجمعة كان مئات الألاف من ضيوف الرحمن أدوا طواف القضوم حول الكعبة المشرفة حيث سمحت السلطات السعودية لمليون حاج تلقوا لقاحات مضادة لفايروس كورونا بينهم ثمانمائة وخمسين ألف أتوا من الخارج سمحت لهم بأداء فريدة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الجائحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الزميل همام مجاهد بالرسالة التالية من مشعر عرفات حول استكمال بعثة الحق المصرية لاستعداداتها في مشعري ميناء وعرفات لاستقبال قرابة العشرين ألف حاج من البعثات النوعية المختلفة أتواجد الآن في مشعر عرفات قبل يوم واحد من وصول أكثر من مليون حاج إلى هنا إلى هذا المشعر لأداء ركن الحج الأعظم عشرون ألف حاج مصري من حجاج بعثة القرعة والبعثات النوعية الأخرى سيفيدون إلى هنا يوم الجمعة القادمة لأداء هذا الركن الهام من أركان الحج بعثة الحج المصرية أتمت استعداداتها واستكملت خدماتها المقدمة للحجاج من حجاج القرعة والحجاج وحجاج البعثات الأخرى لأداء مناسكهم بسهولة ويسر أقف الآن بجواري إحدى المخيمات التي أتمت واستكملت استعداداتها لاستقبال بعثة حجاج القرعة حيث تتوفر جميع الخدمات اللوجستية وأيضا الخدمات الصحية والخدمات التي سيحتاج إلي الحجاج هنا في المشعر صباح اليوم كنت متواجد أيضا في مشعر منها حيث أيضا استكملت بعثة الحج المصرية خدماتها والمخيمات المخصصة لحجاج القرعة وحجاج البعثات الأخرى من حيث الخدمات اللوجستية خدمات الإعاشة خدمات التسكين درجة الحرارة هنا ربما تقترب من 40 درجة مئوية وبالتالي جميع المخيمات التي عمل ضباط البعثة على استكمال خدماتها جميعها مكيفة ومزودة بمراوح للتهوية ومزودة أيضا بمبردات لتوزيع وضمان وجود المياه الباردة والمرطبات بشكل دائم للحجاج كل الأمور تسير بشكل طبيعي وبشكل يسير بالنسبة لحجاج بعثة الحج المصرية من حجاج القرعة هنا في عرفات وأيضا في ميناء استعدادا لاستقبال 6425 حجا مصريا من بين أكثر أو قرابة العشرين ألف حج مصري سيكونون هنا سواء في مشعر عرفات أو حتى في مشعر ميناء سيقيمون ليومين لمن تعجل ولثلاثة أيام لمن تأخر لمدة أسبوعين عمل أفراد وضباط وأعضاء بعثة الحج المصرية على توفير كل الخدمات اللوجستية وخدمات الإعاشة والتسكين لجميع الحجاج المصريين الذين سيتواجدون هنا خلال الأيام القادمة موسيقى قال الرئيس الأوكراني فولودمير زلينيسكي إن أسلحة المدفعية التي قدمها الغرب لبلاده أسهمت في تقدم كبير للقوات الأوكرانية في ساحة المعركة وقال زلينيسكي في خطابه اليومي المسائي إن تلك الأسلحة سمحت باستهداف مواقع القوات الروسية هذا فضلا عن إلحاق أضرار دقيقة بها وقصف مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد الروسية وقال الرئيس الأوكراني إن قوات بلاده تتقدم حاليا على عدة جبهات جنوبية لسيما في منطقتين خرسون وذبروجيا قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الأوكرانية أحبطت حتى الآن محاولة روسية للتقدم إلى شمال منطقة جونيتسكا غير أن مدينة سولفيانيسك ومناطق مدنية أخرى تعرضت لقصف مكثف وقال متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية تحاول تحسين وضعها الميداني في سولفيانيسك عبر قصف عدة قرى بالمدينة بالمدفعية الثقيلة مؤكدا أن الجيش الأوكراني تمكن من جهة أخرى من صد هجوم بري على المدينة بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا ملف المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف هذا بإضافة لجهود حلحلة الحذر العسكري الروسي على الصادرات الزراعية من موانئ أوكرانيا وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها أن الوزيرين بحثوا أيضا الاجتماع المقبل لوزراء خارجية مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية إضافة إلى نتائج قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي النيتو يشارك اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المقرر عقده في جزيرة بالي بإندونيسيا على مدار يومي السابع والثامن من يوليو الجاري وأفادت وكالة أنباء تأسأل روسية بأن لفروف يعتزم عقد مباحثات مع نظرائه من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على هامشي لاجتماع شدد رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون على أنه لن يتنحى من منصبه رغم أزمة الاستقالات التي تعصف بحكومته وأكد جونسون في كلمة أمام مجلس العموم أن آخر ما تحتاجه البلاد الفترة الحالية هي الانتخابات المبكرة وأنه سيقف في مواجهة لأي محاولة من نواب حزب المحافظين للإطاحة به ختام نشرة السابعة وإليكم أبرز ما جاء فيها الرئيس السيسي يؤكد أن هناك رغبة في أن يكون قطاع التكنولوجيا رائداً في مصر خلال أقل مدة زمنية ممكنة حجاج بيت الله الحرام يتوفدون إلى مشاعر منا لقضاء يوم التروية زلينيسكي يقول أن أسلحة الغرب المقدمة لأوكرانيا أسهمت في تقدم قوات بلاده في ساحة المعركة ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل لتطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة شكراً لحضرة تقوم على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي أنا حور محمد إلى اللقاء